بعذب الأنغام وموزون الكلام تكون أيضا مقاومة المحتل مقامات الغناء ونوتاته قد تكون أحيانا أقوى من صوت المدافع من الأقصى المحتل إلى الدوحة ونحو العالم تصدح منها حناجر بنات القدس غناء للأرض المتوجعة احتلالا للأم المكلومة للشهيد المغتال غدرا نحن نغني للوطن نغني للشهداء نغني للأسرة نغني لكل الشعب الفلسطيني نغني لكل العالم ولكل الناس الداعمين للشعب الفلسطيني نحن نغني للقضية اللي هي قضيتنا الإنسانية قبل ما تكون وطنية ودينية نغني للتاريخ هو الفن لغة العالم الموحدة يصل القلوب قبل العقول يستوعبه الأطفال قبل أن يفهمه الكبار ويريد منه منظم مهرجان دريشا للفنون الأدائية خدمة أكبر للقضايا الإنسانية وإعطاء مشعل الإبداع للنشء قادة الأجيال القادمة استخدامه في قضايا محلية أو عالمية أو حتى عربية أكيد بيكون خطوة فعالة لأنه يصل لجميع الأعمار بما أنه فن مؤثر أو عامل مؤثر لجميع اللغات وجميع مختلف الثقافات إلى غاية السابعة عشر من ديسمبر الجاري تستمر فعاليات النسخة الثانية من مهرجان دريشا الذي تنظمه مؤسسة قطر تزامنا مع المونتيال معارض فنية وعروض مسرحية وموسيقية بمواضيع مختلفة صلبها فلسطين ونضال أهلها ضد الاحتلال الإسرائيلي بالريشة والنغمة والكلمة على هذه الأرض ما يوحد الإنسانية ما يحيي التضامن العالمي ما يشد عضوض الناس بعضهم ببعض ويجعل قبلتهم واحدة في حضرة الفن والإبداع بروح الرياضة والتنافس ينحاز الفؤاد إلى القضايا العادلة وينتصر للإنسان ووحدة الأوطان أنا سردوان العربي الدوحة معنا في الستوديو يارا قاسم من فرقة بنات القدس أهلا وسهلا بك يارا الصباح الخير يارا أخبرنا أكثر عن فعاليات فرقة الدريشة حضرتك تغنين مع الفرقة أخبرنا أكثر عن النشاطات التي تقومون بها وعن تجربتكم في قطر وفي مونديال 2022 أول شي بحب أشكركم على هذه الإصادفة الحلوة بحب أشكر مؤسسة قطر على دعوتنا والإصادفتنا لطيفة إحنا أجينا على أساس أنه نقدي في مهرجان دريشة نقدي نوصل صوتنا لكل العالم أغانينا عبارة عن زي مجسد بنقدر نقول لواقع الموجود في فلسطين فإحنا هاي فرصة كتير كبيرة بالنسبة لإلنا أنه بمناسبة المونديال طبعا في قطر أن نوصل صوتنا لكل العالم ليس بس العالم العربي ونوصل الحقائق الموجودة في البلد غير بعيدة عن السوشال ميديا يعني هو لطيف بالفعل هذا الحضور جاء ربما مواكب وهذا المهرجان مهرجان دريشة مواكب للمونديال الذي رفع فيه العالم الفلسطيني ربما أكثر من أي علم آخر يعني في معظم الاستاذات وفي الساحات بشكل عام وكان ينقص عمليا أن نستمع للأغاني الفلسطينية لأننا تحدث يارا عن فرقة بنات القدس هي مكونة من البنات فقط أصوات نسائية فقط لماذا كان هذا التحديد وما هي الأغاني التي تؤدونها سمعت أنا أغنية ربما لأحمد قعبور من الذكريات القديمة هل تغنون تلك الأغاني القديمة التي غنى يعني أنتم أيضا تؤلفون أغاني وتلحنون أغاني خاصة بكم هلأ هي فرقة بنات القدس كما من 34 عضو فقط بنات إناث حبينا نوصل صوتنا عن طريق الإناث المجتمع الأنثوي نحن نتروح من بين 14 سنة إلى 27 سنة مغنيات وعازفات نحن بنفس الوقت نحب نوصل صوتنا وقصتنا وكل هذه الأمور للعالم نغني أغاني تراثية ونغني أغاني واقعية ممكن في منها أغاني من تلحين وكلمات أستاذ سهيل خوري أستاذنا هو بكتب أيش بوجود في البلد يعني كان فيه مثلا أغنية ابنه ما بارف إذا اسمات فيه شادي فاعتقلوا من فترة شادي وكتب عنه أغنية لحنها هو وغنيناها إحنا وكان كثير فيه لها تفاعل ماذا تقول كلمات الأغنية؟ تقول كلمات الأغنية هي الملخصة الأغنية عن أنه كيف يعتقلوا الصوت رح يظل شامخ صوت رح يظل عالي ما رح نطفي ما رح يطفو شمعات أسرانة رح نظل دايما نستناهم وننتظرهم هل تقومنا بتسجيل هذه الأغنيات أكيد يا رأم فقط بالعرض يعني على المسرح لا منقوم بعرضهم وكمان تسجيلهم في عنا إحنا سديهات خاصة لإنا وشادي جديد كمان قمنا بتسجيلها إن شاء الله سنعرضها كيف تفاعل معكم الجمهور القطري والجمهور الموجود الآن في قطر لحضور مونديال عام 2022 كيف كان التفاعل مع أغانيكم وحضوركم؟ صراحة طريقة جدا رائعة تفاعلوا كانوا حسين بالكلمات وحسين بالأشياء التي نعبر فيها لدرجة أنهم بكوا وبكونا معهم على الستيج كان كثير موشنا للحدث والأداء صراحة كيف تشعروا يارى أن الموسيقى عمليا وكلمات التي تعنى عمليا بالقضية الفلسطينية تشعروا أنها بالفعل تؤثر هي سلاح آخر يعني الفنون الموسيقى هي سلاح سواء سلاح يتعلق بالذاكرة بالذاكرة الفلسطينية أو سلاح لتوجيه رسائل أيضا للآخرين كم تشعرون أنكم تحققون هذا الهدف ليس فقط في الداخل الفلسطيني عندما تغادرون بوجودكم هنا في قطر وباشتباككم مع الكثير من الجماهير كما تحدثت رويدة متعددة الجنسيات عملية نحن نحس أنه نحن جد عم تتحدث كثير بهذا الموضوع يعني مثلا قصة شيرين أبو عاقلة الله يرحمها كانت جدا يعني أثارت ضجة كبيرة في العالم كله حتى مش بس المجتمع الفلسطيني أو العالم العربي فحسنا أنه لازم نوصل بتفاصيل أي شهر في جنازتها كيف ماتت كيف توفت شو كانت تعمل شو كانت رائحة أدي كيف رجعت كيف راحت فأغنية مثلا شيرين تجسد بشكل كتير كبير أنه إحنا إيش عم نحاول نوصل نحاول نوصل بس الحقيقة فقط لغير جميل جدا حضرتكم من القدس فدائما ربما يعني كما أعلم هناك صعوبة لتنقل بين الدول العربية بسبب الظروف للأسف الرهنة كيف كانت يعني هل زرتم أكثر من بلد عربي قبل ذلك ويعني استطعتم يعني القيام بحفلات أم هذه كانت من التجارب القليلة قطر أعطتكم ربما من فرصة لأن تلتقوا بجماهير عربية هنا على الدوحة هلأ هو إشي أكيد أنه قطر أعطتنا فرصة كتير كبيرة وخصوصا بوجود المونديال وكل جلسيات العالم هنا أنه نوصل صوتنا أكثر لكل العالم مش فقط العالم العربي بس إحنا فعليا نزرنا دبي مرتين وجينا كمان نستضفونا كمان بالأمبسيات وروحنا على بلدان غربية كمان زي النرويج اليونان زرنا مختلف الدول ولكن في الدول العربية دبي والدوحة فقط ومسقط عمان ومسقط أيضا جميل ربما يحضرني سؤال يتعلق بهذه المشاريع يعني أعرف في بعض الدول العربية هناك مشاريع فرق نسائية بحثة من عازفات ومن مغنيات وما إلى ذلك لكن سرعان ما أحيانا تتفكك هذه الفرق تتزوج إحدى هن تغادر إلى ويحدث هذا هل أنتم مواكبين يعني هناك جيل جديد يدخل هذه الفرقة يغادر جيل آخر كيف ترين مستقبل الفرقة على المستوى الأشخاص الشخص الذين يمثلون واستمرار هذه الفكرة فكرة أنها فقط من النساء وأيضا النوعية ما تقدمونه من أغاني ومن كلمات ومن ألحان وما إلى ذلك هو أكيد فيه الناس بتطلعوا الناس بتخوت وبتيجيوا بس فعليا فيه عندنا أنا مثلا إلي عشر سنين من حد ما تأسست الجوقة من 2014 تأسست وإحنا لسه عدد كبير نص الفرقة تقريبا من القدامى لهم أقل إشي عشر سنين في الجوقة طبعا فيه تجوزوا وخلفوا كمان لكن استمروا واستمروا وجابوا كمان أولادهم عندنا كمان بدربوا معنا وفيه عندنا كمان اللي تخرجوا من الجامعات اللي بلشوا شغل يعني صار أستاذ سهيل أب لإنا صراحة وإحنا غير عن الفرق الأخرى لأنه إحنا متمسكين في قضية عندنا عندنا فكرة نوصلها فكل ياتنا حسين بهذا الشعور أنه إحنا لازم نوصل هاي الفكرة بغض النظر أي شو الظروف الممكن تصير معنا جميل جدا شكرا جزيلا لك أميارة قاسم من فرقبنات شكرا على حضورك شكرا شكرا ومبارك جهودكم بالتوفيق وفليمسي وطني حرة شكرا خليك مستريحة شكرا جزيلا